هناك أسباب المرضية يبدا أن نستبعد الأسباب المرضية في البداية قبل أن نتكلم عن علاج التعب واللية المجهود كيف هي الأسباب المرضية للتعب واللية المجهود؟ الناس الذين يتعاني من زكام مستمر، والناس الذي يبعدون معувати بعض التعب والتكسير في الجسم كله لو نستبعد على هذه المشكلة، الحمد للBR، أنت صحياً مخير ، ويمكن لاbor tracking يجب أن نرى السبب ثاني السبب الثاني، فرط نشاط الغدة الدرقية فرط نشاط الهودة الدراقية من ضمن الأسباب بتعمل خمول وكسل ودي طبعاً بتكتر عند الناس النحيفة عنده إفراط في نشاط الهودة الدراقية في بيعاني من كسل وخمول وتعب مستمر كان فحوصات الهودة الدراقية وطلعين الحمد للعرب العامين احنا صحياً بخير خلاص نيجي نبص على السبب الثالث الانيميا علشان كده احنا عملنا حلقة تكلم عن الانيميا ما بين الديس والايلاج والادوية اللي بنستخدمها داخل الايادات علشان كده لو انت متفرجتش على فيديو الانيميا ده دلوقتي حقاً انزل دلوقتي تتفرج عليه وبعدين تعالى مرة تانية علشان نستبعد مشكلة الانيميا السبب الرابع بكل بساطة استخدام الادوية لأول مرة انت ماد يكون حساسيتك من بعض الادوية تكون تساويبلك التعب وقلة المجهود اذا كنت صحياً بخير الاعلاج بشكل بسيط ايه حاجة اسمها الرويال جيلي الرويال جيلي اللي هو غذاء ملكات النحل غذاء ملكات النحل ده من ضمن الحاجات اللي تدي باور وطاقة ونشاط وحماس وحيوية وخصوصاً الناس المتجاوزين بقى يا بختوكم لو خدتوا الحاجات دي طبعاً شاول لكم بقى ايه اللي هيحصل يعني دي كده يا جماعة نكون خلاصاً حلقة بتاعتنا النهاردة اتكلمنا عن الالاج طبعاً الحاجات ديتم موجودة في الصدلية باسم غذاء ملكات النحل اللي هي الرويال جيلي موجودة في اصناف كتيرة جداً لا تعد ولا تحصى شكراً لكم كان معكم الدكتور أحمد عطية الدهشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بصحة وعافية